واتفق جدا مع أحمد في نقطة مهمة جدا أو نقطتين مهمين جدا قالهم نقطة منهم في النهاية الأهلي يمثل الكرة المصرية فاحنا علينا ان احنا ندعم الأهلي بكل الأشكال الممكنة كمشاهدين ومتابعين للرياضة ومحبين لكرة القدم طيب اتنين انه أعلى وأكبر نتيجة ممكن نحصل عليها هي النتيجة التسوقية بتاعة الأهلي أمام العالم الأهلي بيلعب مع ريال مدريد ده الوحده بيلعب بس ما قلت لكش لسه فاز ده الوحده يسوي ملايين العالم بطبيعة الحال هيشوف المطش ريال مدريد والأهلي طيب تصور بإذن ربنا سبحانه وتعالى فوزت قال لي بالك انه حتى من غير لسه متفوز انت بفوزك النهاردة وتأهلك لللعبة مع ريال مدريد أسهم الأهلي دي لو الأهلي ده شركة زي بلد بره كده شركة وليها أسهم وحاجات زي كده هتلاقي السهم قاعد هيروح طالع كده خد بالك يعني لو انه هو شركة لها أسهم ومتدولة وكلام ده هتلاقي السهم نطف السماء نطف السماء بعد ماتش النهاردة مجرد انه ها يلعب مع ريال مدريد طيب تصور انه فاز لأ هو خلاص كده يتخطى حدوده في عنان السماء خلاص شكرا أسعار اللعبة نفسها هتلاقيها نطط تصنيف النادي نفسه في السماء أسعار الرعايات بتاعة الأهلي في السماء طيب افترضنا ما فازش حتى برضو الأهلي كسبان شوفي هنا بقى التفكير طريقة التفكير إدارة بتفكر في المستقبل البعيد بتاع النادي إدارة بتفكر في الشغل بس بس هم شغلتهم كده دي طريقة التفكير مدير بيفكر في النادي بتاعه أو يعني مجلس إدارة هؤلاء بيفكروا في النادي بتاعه هنعمل ايه؟ أحنا عايزين النادي يفوز ويكسب وأسهمه تاعلى وقامته التسويقية تزيد ومستقبل رعايته أو بالأداء قيمة رعايته تاعلى وتصنيفه أمام بقية الأندية يزيد وتصنيف اللعيبة بتاعنا يزيد وا 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 فيه استراتيجية كده هنعمل ايه؟ هنشتغل طب هنشتغل ازاي؟ هنا بقى بتتعامل التكتيكات قادي الشطر مش اسمه كلامي